أهلاً بكم في فيديو جديد وكلما ترون فيديو لديه ستقول لي هل من المزيد؟ وأنا لك أحبك سأقول لك أكيد يبدأ في الميناء بالملك الذي فضل على عيد ميلاده 3 أيام ويدخل عليه الخادم ويقول له أن الأصناف التي ستتقدم في عيد الميلاد جاهزة لكي يضعها ويوافق عليها ويروح الملك لكي يضع الأكل وأول ما يبدأ يأكل يكتشف أن الأكل مصحور ويبدأ يتحول الأكل للكائنات ويتهاجم الخدم ويخطفوا الملك يجري وراهم الحراس لكن لا يلحقوهم بعدها يعرفوا رئيسهم أن الملك تخطف لكن ينبه عليهم أنهم لا يعرفوا أي حد برا الأصر وهو سيتصرف ويطلب مساعدة وكالة مكافحة السحر لكي يعرف مكان الملك لكي هم الواحدين الذين سيقدروا يوصلوا لمكانه وهذه جريتل أشتر موظفة في مكافحة السحر وتشك في سحر معين أنه هو الذي خطف الملك وتروح له لكن لا يكون خطف الملك لكن يكون خطف مخلوقات سحرية أخرى وجريتل تضربه وتحرره معروسة البحر وتشكرها وتعطيها السلسلة وترجع جريتل للعمل ورئيستها تسألها ماذا فعلت فهي ترد عليها وتقول لها أنه لم يجد خطف الملك ورئيس الحرس يقترح عليهم أنهم يطلب مساعدة هانسل وهذا أقوى سحر موجود في المملكة كانت مزمزقة في الأول لكن يتوافق ويذهب لجريتل وتطلب منها أنها تعتقل هانسل والذين يعرف أنه هو أصلا أخوها ويذهب لجريتل إلى هانسل ويحاول أنها تعتقله ولكنه يهرب منها ويجري ولكن في الآخر يستطيع أن تقبض عليه وتؤدي الرئيستها والذين يقولون أنه سيعمل مع جريتل وهيتعاونه لكي يجد خطف الملك ولكن جريتل يتضايق وترفض ويقول لها انسل أنه خالف قواعد القاعدة لأي لو طلع ساحر وأن هي اتبرت منه أصلا وهو يقول لها أنهم في الأول وفي الآخر رئيسة المكافحة تقول لهم أنه لا يوجد دعوة في مشكلهم الشخصية وأنه يجب أن تتعاونوا مع بعض وإذا لم تتعاونوا مع بعض سأقبض على هانسل بتهمة السحر ولكن في المقابل لو أعرفت توصل للملك سأعطي لك رخصة للسحر ويقول لجريتل لو أعرفت مكان الملك وتعاونت معه ستأخذ وسامي العميلة الأمهر في الوكالة ويوفقوا هما الاثنين وجريتل تأخذ هانسل لقوضة أدوات السحر لكي يأخذ منها الأدوات التي ستساعدهم في مهمتهم مثل النظارة والسعر السحرية والأدوات تفتح أي طريق وأدوات أخرى وهانسل وهو خارج سرق أداة من غير محد يأخذ باله ونذهب لألفيرا طبخة الملك السحرية ويأخذها هي التي خطفت الملك لكي أن الملك ترادها عندما رأيها تصحر الأكل وقررت أن تخطفه وتأكده من حلوياتها لكي تتجوزه ونعود إلى هانسل وجريتل الذي يدخله محل من المحلات التي كانت تعمل الأكل للملك ويدخله من المخبأ السردي وهناك يأخذ الكيك بيتكلم ويتمشى في المكان فبيعرفوا من الأكل مصحور ويتأكدوا أن الملك هنا ويحاولوا يدوروا عليه لكن يظهر كلبه ويجري وراء هانسل جريتل تدخل قوضة تكون هي التي فيها أدوات السحر التي تتحط في الأكل وهانسل يهرب من الكلب ويدخل لها وجريتل تكون عاوزة تأخذ من المواد السحرية لكن الكلب يدخل عليهم ويجري وراءهم ثاني ويقلب المكان على بعضه والمواد تقع عليهم ويفضلوا يتحولوا الكائنات السحرية حتى يرجع أطفال ثاني حتى الكلب يرجع صغير وجريتل تتعصب ويقول لأخوها أنه هو السبب في كل هذا وهو يقول لها أنت على طول شايفة نفسك ومفكرة أن أنت تعرف تعملي كل شيء وهي تقول له أنها أحسن منه لأن جاء لها المنحة الملكية بمجهودها من غير وسطة من حج ويفضلوا يتخنقوا حتى الأمن يشوفهم ويهربوا منه وبعدها يذهبوا إلى الوكالة ثاني لكن هناك يتردوهم لأن وقتها لا يعرفهم لأنهم أطفال ويفضلوا يحاولوا يدخلوا لكن كل مرة يتقفوا ويطردوهم وجريتل تقترح على هانسل أنهم يذهبوا إلى السحرة في الغابة لكن هانسل يقول لها أن هذه السحرة تخطف الأطفال وتستغلوهم في السحرها جريتل تطمينه وتقول له لا تنسى أنه أنا عميلة سرية وهذه السحرة ليستستطيع عليها ويجب أن نذهب لها لكي نعرف منها مكان الملك ويذهب إلى البيت السحرة وتفتح لهم ويقول لها أنهم من وكالك مراقبة السحرة والسحرة عندما ترى أطفال ترحب بهم وتدخلهم وجريتل تسألها عن الفانيليا السحرية التي وجدوها في محل الأكل قالت لها أن الذي تعمله سحرة البحيرة وقالت لها على مكانها وجريتل تكتشف بالنظارة السحرية أن الأكل فيه منوم وتجعل هانسل لا يأكل منه ويأخذوا ويدخلوا القوضة ويحاولوا يهربوا منها لكنها تفضل تطردهم لكن ينجحوا في الآخر أنهم يهربوا ويولعوا في البيت هانسل و جريتل يكونوا مبسوطين بنجاحهم في الهروب منها ويوصلوا للبحيرة السحرية ونرجع لألفيرا والتي تكون لسه تأكل حلويات الملك وتعرف أن هناك 2 من مواكفة السحر راحوا محل الأكل وفجروا مغزن المغبوزات وتعصبوا من كورة كبيرة من المغبوزات وتطلب منها أنها تتخلص منهم أول ما ترى وهنا هانسل و جريتل يلقى أختبوط الذي يأخذهم ويوضيهم عند سحرة البحيرة والتي أول ما تجد معهم الكلب تفتكر أنهم جواسيس لألفيرا وتقول للأختبوط أنهم يفتشهم وتجد معهم الفانيلا السحرية وتقول أنهم حرامية ويأتي لكي يسرقوها وتطلب من حراسها أنهم يحولوهم من سمك لكنها ترى السلسلة التي لابتها جريتل وهي أكيد تضيطها لها عندما انقذتها وقتها السحرة تعرف أنهم ليس جواسيس لألفيرا وجريتل تسأل ماذا هي الفيرا وأنها لم تسمع عن سحرة وقالت لها أنها ليس سحرة هي فقط تسرق الفانيلا السحرية فقط تقوم بها خدم من الكيك والكوكيز وتحكم فيهم ويسمعوا كلامها لكي تصبح سحرة وأنها لكي تصبح سحرة يجب أن تتجاوز الملك فتفهم جريتل وقتها أنها أكيد من خطفته ويقبضوا على كوب كيك جاسوس من جواسيس ألفيرا ويحبسوا مع صحابه وجريتل يأتي لها فكرة عندما تعرف أن هناك جواسيس الألفيرا محبوسين وتذهب إلى تهربهم وتمشي وراءهم وتعرف مكانها ويصلوا إلى مكان غريب ويجدوا كرة الخبز التي عملتها ألفيرا لكي تطردهم وهانسل كان سيقع ولكن جريتل أنقذته على آخر لحظة وينجحوا أن يهربوا منها ويصلوا إلى مكان الملك والذي يكون قاعد يأكل في حلوات ألفيرا ويكون تحت سيطرته ويحاولوا أن يفهموا أن هم جاءوا ينقذونه ولكنه يقول لهم تنقذوني من ماذا؟ وجريتل تقول له أنت تخطفت ونحن جاءوا ننقذها وهو ينادي على ألفيرا ويقعد يكمل أكل وتعرف جريتل أن الأكل مسحور وأن ألفيرا يريد أن تسحر المملكة كلها ويأتي لها فكرة وأنهم يقولون للملك أن ألفيرا فعلته مفاجأة من الناس وأننا نريد أن تأتي معنا لكي تشاهدها وهو يصدقهم ويروح معهم ويحاولون أن يهربوا ولكن الملك يسمحهم ويتكلموا ويسمع اسم هانسل ففكر الملك أن هانسل سرق التمثال الدهب ويفكر أنه يريد أن يخطفه وينادي الملك على الحراس ويأتي ألفيرا ويجعل الحراس يأخذوهم ويحبسوهم وكالعادة جريتل تتعصب على هانسل ويقول له أنه هو السبب في كل ما يحصل لأن الملك سمع ويتكلم وأنها لم تكن محتاجا معها وأنها أفضل منه ويأخذت المنحة الملكية ولكن هذه المرة هانسل لا يسكت ويقول لها الحقيقة وهو أنها لم تكن منحة وهو بعد أن أبوهم أموهم أصبح سعر لكي يوفر لها التعليمها والذي فكرته أنه منحة وهو عمل كده لكي انحلمها ويجريتل تكون حاسة بالزنب وأنها كل ده كانت ظلم أخوها ويتزر له على كل شيء ويخرجوا من السجن الذي أضطتهم فيه ألفيرا وبالأدوات التي معهم يقومون برياء مضاد للسحر ويروحوا لكي يلحق الملك قبل أن يتجوزها وألفيرا تخلي الخدمة يوزعوا الحلويات على كل المملكة والناس كلها تحت سيطرتها ومعهم رئيسة مكافحة السحر ويوصل جريتل ويقول أن الملك قمت بتجوز ألفيرا فهي تحقن جريتل الملك بالترياء اللي عملوه لكن الجوازة تكون تمة وألفيرا تكون هي الملكة وبعدها الملك يفوق ويعرف أن هي الطبخة التي طردها لكن ألفيرا تؤمن الخدم أنهم يقبضوا عليه وجريتل تحاول أن تضع الترياء في الأكل لكي يتخلصوا من السحر لكن ألفيرا تأتي وتهددها أنها ستأزخوها فجريتل تخاف عليه وتعطيها الترياء وتوقعهم بعدها ألفيرا في العجين وهانسل يستخدم الكرة السحرية اللي كان سرقها في الأول ويقدروا يخرجوا من العجين ويأخذوا الترياء من ألفيرا ويوقعوها هي جوة وجريتل تحط الترياء في العجين والناس تأكل منه ويتخرصوا من أثر السحر ألفيرا ويروحوا وكالة السحر ويعرفوا يرجعوا كبار ثاني ويكافؤوهم وجريتل تأخذوا سامل عميلة الأمهر اللي كانت بتحلم به وهانسل يأخذ رخصة من زولة السحر لكن هو يرفضها ويقول أنه وهو عمره ما هيشتغل سحر ثاني ورئيس جريتل تقول لها أنها تستعد لأنها لديها مهمة جديدة لكن جريتل تقول لها أنها لن تضع أيدها في أي شيء من غير شركها الجديد اللي هو أخوها هنسر عندما وصلت نهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنسى تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات أول بأول انتعاد شكرا ترجمة نانسي قنقر